السلام عليكم ازايكم عميني الاخبار اه اتمنى اكونوا بخير النهاردة استكملني الحلقة اللي بدأنا مرة اللي فاتت عن ديتاليكس والدزاين والاركتكشور هاردة بستضيف معي كريم حمودة انا هسيب كريم يعرف نفسه بعد كده اقول لكم الحلقة بتكلم عني تفضل يا كريم السلام عليكم ازاي مصطفى قال انا كريم حمودة انا كلاود اركيتكت شغال مع مايكروسوفت دلوقتي خارج 2008 هندس اسكندري يعني تقريبا 10-15 سنة experience قبل مايكروسوفت تشغال مع اي دابلو اس وقبل كده مع شركات تانية service integrators عشان كده يعني عندي حمدلله خبرة كويسة في مشاريع اللي علاقة بالديتا بلاتفومس انا كمان بحب التاريخ فان شاء الله يعني النهاردة تبقى فورصة حلوة اديكم حاجة اللي علاقة بالتاريخ مع الديتا وان شاء الله فيه جود اوتكم يعني من الساشن النهاردة بإذن الله طيب شكرا كريم على الوقت كنت تكلم مع النهاردة طيب النهاردة احنا موافتت كنت بنتكلم على data lakes بعد الكلاه دا نسمع concept باسم data mesh فجي في دماغي يعني كنت بتكلم مع كريم بدل ما نخش عطوة data mesh فكريم عنده كده نهاردة نشار presentation هيدي معنا دلوقتي الـ evolution اصلا دا تمش يعني الـ data mesh دا تمش يعني بدل ما نخش دا دا تمش ونسمع اقاول كتير فيها برضو من ضمن حاجات اللطيفة ممكن برضو نتكلم عليه فيديو تاني كريم عنده كام بلوغ لطيفة جدا متكلم عن data mesh ممكن نبقى نتكلم بعض الـ ideas اللي فيها بعدين فانا هسيب كريم داتي share screen بتاعته ويبدأ يشرح لنا الـ evolution تا تمش تمام شكرا مصطفى وقلولي بقى لما تشوفوا الـ screen إن شاء الله تبقى طيب دسه تمام مفروض انا كده share screen شايفين الـ slides مصري انا شايف الـ slides بتاعتك ايوة تمام نبدأ بسم الله تمام تمام تاك الله بإذن الله يلا طيب انا طبعا قلت كده في الاول ان انا خريقا دفس اسكندرية وبحب التاريخ فانا قبل ما ابدأ على الكلام في data warehouse data lake ولك house data mesh جا في دماغي نبدأ من قبل كده بشوية 300 قبل الميلاد الفكرة جاتلي لما شفت مقال على فوربس كان لزيز جدا بيقول what the ancient greeks can teach us about big data وهم كانوا بيحاولوا يعمله مابين بين اللي بنحاول نعمله في الـ data platforms بذات لما بدأنا الـ big data مع اللي كان بيحاول يعمله بطلاي موس التاني انه كان نعمل في الكابة اسكندرية مكان كبير يجمع فيه كتب واسكريبتات من حضرات مختلفة مش بس الـ greeks فيه romans فيه versions وشينيز وكل الحضرات اللي كانت موجودة في الوقت دائما ما كانش فيه كتير نفسه قبل الميلاد ما كانش فيه حضرات كتير ولكن كانت فكرته انه احنا نجمع المعلومات دي أو الـ data دي ونحطها في مكان واحد central place يعني بحيث ان الـ analyst او الناس اللي بتحاول تطلع تعمل researches او كده تيجي تتشوف كل اللي بيوصلوا كل الحضرات دي ويبدأوا ياناليزوا ويطلعوا حاجات تانية جديدة ومن هنا بدأت فكرة اعنا كلام البلوج ان احنا نجمع كل حاجة في central place بحيث الناس اللي بتحاول تطلع knowledge من الـ data دي وإكستيند اللي موجود فيها تقدر تستفيد من المعلومات دي هناخد بقى step معلش ده روحنا بقيد شوية 300 قبل الميلاد نرجع بقى في 1980 كده ايه قريب مش بعيد قوي ده كان وقت بدأت الدنيا تبقى متشور جدا وبدأ يبقى الفكرة بتاعت ان احنا بناناليز الـ data بتعمل لها زي framing يعني الناس توضح واحنا يعني ايه بناناليز الـ data اكيد اغلبنا ممكن يكون شاف الحاجات دي على جارتنر وحاجات online بس هم كانوا حاولوا يقسموا الـ data analysis لأربع اقسام انا حبني السلايد كلها هم دول حاجة بنسميها descriptive analytics والتانية diagnostic analytics والتالتة predictive analytics والاخيرة perspective analytics ايه بقى الحاجات دي الـ descriptive analytics ده بداية بداية يعني احنا دلوقتي انا شغال عندي شركة بتعمل اي حاجة بتعمل retail retailer online ببيع شهادة حاجات online وممكن اكون حتى بوصلها للناس في البيت فاول حاجة انا كالاجل business owner عايز اعرفها عايز اعرف انا بعمل ايه بقى يعني انا بوصل كام package بنيوم عندي اعدي ايه في الستور ايه اللي جبته ايه اللي اتباع ايه اللي ما اتباعش فالفكرة بتاعت ان انا اعرف ايه اللي حصل اللي هي بنسميها descriptive analytics or what happened تمام تاني حاجة بتحصل ان طبعا ما فيش حد دنيا ماشي معها على طول يعني بس يشوت مشاكل بسيطة فالناس بتشتكي مثلا ان انا طلبت حاجة بس الorder اتاخر او ما جاليش راح في عنوان غلط فبنبدأ نحاول نعرف هو ايه سبب المشاكل اللي في المكان ده او مع ال customer ده بالذات او هكذا فدي الفكرة التانية او النوع التاني من ال analytics اللي بنسميه diagnostic او اللي هو عايزين نعرف analyze why this happened تمام الفكرة التالتة والرابعة هما advanced شوية لان ده حنبدأ بقى الموضوع ما بيبقاش معتمد بس على data اللي احنا بنجمعها من systems اللي شغالة عندنا في البزنس لا بنحاول بقى ن extend ونحاول ندخل statistical modeling و machine learning بحيث ان احنا نبدأ نشوف حاجات لسه ما حصلتش يعني فعايزين نعرف what will happen وده اللي بنسميه predictive analytics اللي هو forecasting ان انا عندي شوية data لغاية النهاردة نقول مثلا انتها تاربع شهور فاتوا او تلات اربع سنين فاتوا او ايا كان واعايزة predict الشهرين اللي جايين ولا السنتين اللي جايين تمام طبعا سنتين دلوقتي في الوضع اللي احنا بقى صعبين جدا يعني عرفة predict اليومين اللي جايين كده احنا تماما فدي الفكرة تاعت productive analytics اخر نوع من الاناليتكس واكترهم مفيد للبزنس هو بقى ايه انا ولا عايزة اعرف ايه اللي بيحصل ولا ليه بيحصل كده ولا عايزة forecast انا من الاخر انا عندي products وعايزة بيعها يعني انا عندي خمسين products هما دول عايزة بيعهم ايه بقى الحل يعني ازا ا influence الماركت اقصر في الماركت بحيث ان انا ادي للناس recommendation او اقدر اخلي اللي انا عايزه يحصل اللي هو make it happen هو perspective تمام طبعا الكلام ده مش صعب مش سهل لان بحتاج ان انا analyze الناس بتفكر ازاها ال behaviors وكل inputs اللي بتحصل في العالم وده بيؤثر ازاها على تفكيرهم وكده فده طبعا نوع من انواع الاناليتكس المعقدة شوية بس من الاخر دول الاربع مجالات بتول داتا اناليتكس حاولوا الناس يعني تحطها في فريم كده لذيذ بحيث ان احنا نبعارفين احنا بنعمل ايه ومع الوقت ده مع الوضع ده اللي حصل قلنا سبعين يعني السبعينات ثمانينات بدأت فكرة ان احنا الموضوع دلوقتي ان الديتا ما بقيتش بس عشان نعمل البزنس بتاعنا اللي هي operational use لا احنا بناخد الديتا وبنانالايزها عشان نعرف نوصل للجول زي احنا شفناها قبل كده وبدأت الدنيا تتغير من حاجة كنا بنسميها OLTP او Online Transactional Processing وده اللي زي انا حاطت هنا للشكل سبايدر ده لو انا مثلا Online Retailer ده السيستم اللي انا شغال بها وبورتال عندي inventory عندي payment system و shipment system و customer care بسيط جدا وبيكومنيكاتو مع بعض ممكن كان زمان point to point دنيا تتوارد بقى فيه في النص كده communication channel او تم bilateral тобan او ديتا هيだيتا في الاخير برضو بس دي the data فهايهة transactions او events عشان كدة potappar sandwich ديوها اسم ODS operational data store او ESP enterprise services دي كانت التكنولوجي اللي بتخلي systems تتكومنيكاتو مع بعضها بس فين operational use بعد الاربع اللي احنا قلنا عليهم دول اللي اللي هما برا دي الاشئات دي كلها ده حاجات تانية خالص ما نحشو لو قلق اولا بال بأرباطل بس ولا بالإنفنتري بس ولا بالبييمنت بس دي قpox كل الحاجات دي وغولز Mos陳 بعد حwwww ويجبعم زما eighths م livs الي ما عندي في formerlaughs reality في المكان عشان اقدر منها اقدر ارن ينفيرهم وطلع موفق الاربعة الاربعة الاناليتيكس اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده اول ديتا بلاتفورم كانت بتساتسفاي الريكوارمنت دي اللي هي من انا بفان اين الديتا من ديفرن ديفرن سورسز عشان افان اوت لسيستمز تانية بس السيستمز دي مش بترن البزنس بتاعه لا دي بتانالايز وبيدي ديني شوية معلومات اقضر بها اخد دي سيشنز كان هي ديتاورهاوس اللي هو زي ما انتفقنا في السبعينات الثمانينات رالف كيمبل بيل انمن بدأوا الفكرة وكانت الفكرة ان هي زيها زي اي داتا بيز عندي في السيستم ولكن هي بيك ديتا بيز هي داتا بيز بتاخد من كل الديتا بيز وبالتالي لازم تبقى اكبر شوية ايه البروميس اللي احنا ممكن نتخيلها في الداتا بيز دي ان هي لازم تكون اه تقلعه واننا نقدر اجيب ديتا اي انجست ديتا من سورسز مختلفة جدا اغلب الوقت كنت تبيع الروس تركشورد متكالم في 70, 80, 80 اغلب الورق كانت ديجيلايز ديجيلايز دي يعني بطلنا بقى الورق والنيوز بيس بيبرز وهي الارض وحاجات دي بدأت الموضوع تبقى سيستمز وديجيلا موبايل أبز ويب بورتلز فاغلب الروس تركشورد بس لازم اقدر ادخل الروس من الروس تهي للسنترال ديجيلايز بلاتفورم دي دي رقم واحد رقم ااثنين من البروميس ان بعد ما نجيب الديتا من كل السيستمز دي كده بقى انا عندي داتا بيز واحدة عندها single version of truth بنسميها بالانجليش لكل الديتا بتاعت الorganization. يعني لو انا عايز اعرف كل الديتا مش هروح للسيستم ده خلص روح للسيستم ده روح للسيستم ده لأ ده انا عندي كل الديتا من كل السيستمز في المكان ده وبقدر في المكان ده اكيب الهيستري كمان. يعني ممكن يكون السيستم الوبريشنال في السيستم. البزنس بتاعه انه بعد ثلاث شهور انا خلاص انا او او الevacuate some data اللي هي اكتر من ثلاث شهور او ال delete. ده البزنس مش محتاجه اكتر من ثلاث شهور. لكن في الاناليتيك هاليوز لا انا ممكن الكلام ده يفيدني لان احنا شفنا ان احنا بيحتاجين كل ما يكون عندي داتا اكتر كل ما انا هيساعدني ياخد أكثر وفوركاست أحسن فبرضو برضو one of the promises إننا الديتا اللي أنا بجمعها هنيتو كيب historical repository of it أنا عندي سؤال هنا كريم عاش هنا المقصد برضو إن لو أنا إن كل السيستيم في الوبراشنال سيستيم بص على منظور الواحد لك إنه المنجمينت في الغالب وعايزين صورة كاملة فالديتا وهو سببا كانت أول حتة في الحتة دي إنه برضو كل الوبراشنال سيستيم بقى محدود بالديتا اللي عنده فعشان أحيانا بعض الوبراشنال سيستيم أو المنجمينت الهير المنجمينت عشان يشوفوا الوبراشنال سيستراتيجي زي ما انت شرحت اللي أربع أربع أسباب بيقوم محتاجين اللي هي كل اللي تأوصيك على بعضها صحي كده؟ تمام وده بسبب الموضوع ده كان one of the main points تاب ديتا ورهوس إننا يبقى عندي يونيفايد موضل اللي أنا قلت فيها أقولت في هنا data unification أو unified data model يعني unified data model زي ما انت قلت الديتا اللي بتيجي من systems in silos test prep عايزة جمعها مع بعض يعني لازم يبقى في referential integrity وانا عندي product ID هنا غير الSQL هنا غير الـ عادي انتفار اللي هنا بس هما فعلا هما نفس الحاجة فانا مين اللي هيقول اللي الكلام ده ونقدر أربط الديتا اللي من هنا مع هنا من هنا طبعا مش كل systems تقدر تربطها مع كل systems بس طبعا فيه واضح جدا systems ان هي تقدر تتربط في الآخر احنا عندنا حاجات معروفة كده أنا بعمل business يعني أنا عندي حاجة وعايزة أبيعها الحد أو أقدمها الحد ففيه concept بتاع product وال customer اللي هو end user بتاعي والproduct اللي أنا بدهوله ايا كان بقى ايه product ده ايا كان حاجة online حاجة service هي product و end user ففعلا انا اقدر ابني موضل اقدر اتراك في الproduct life cycle ال customer life cycle ووظهر مع ال data warehouse concept تبال هي 360 فكرة customer 360 product 360 order 360 فكرة ان انا اقدر اعمل end-to-end life cycle visibility لكustomer او product وده طبعا كان بسبب ان انا اقدر اتجوين ال data واقدر ابني central model لل data من ال desperate sources دي حاجة من الحاجات برضو لكابلات our house بت promise ان احنا في الاخر ايه فكرة ان احنا نسنتراليز ان احنا نعمل شوية chock as a data platform engineers بحس ان احنا نسهل الحياة على الناس اللي هات analyze يعني احنا قلنا بطليموس التاني اللي بنى المكتبة بس هو بطليموس مش هيجي analyze ده في ناس تانية العتيجي فهو كان يعني بطليموس هو بس فكرة ان انا عايز اسهل الحياة على الناس اللي هاتيجي دي بدى نفس الفكرة ان انا ان انا عايز اسهل الحياة والحياة هنا عبارة عن ان انا ال data دي تبقى جاهزة integrated اقدر accessها وحاجة من الحاجات المهمة جدا السرعة بقى يعني بعد ما خلصنا كل الحاجات السهلة دي مش سهلة برضو بس كان اصعبهم السرعة كان اكتر الناس بتقول والله لا احنا من اخر ال data بتيجي متاخر الكوري بيتاخر ففكرة ال performance كانت مهمة جدا في data warehouse وبالتالي هما لجأوا ان هما يستعملوا special hardware appliances عشان يقدروا satisfied requirements ال performance required by end users وحاجة من الحاجات المهمة برضو في data warehouse انها كانت في الاخر زي ما اتفقى انها هي database بس هي كبيرة شوية فكان حاجة من الحاجات ال data warehouse بتقدم هلنا انها بتمشي بنفس فكرة database اللي كل متعامل بها already في applications ان انا عندي transaction بتنزل على database واحد تاني بيقراها وهكذا ففيه كان semantic technical very technical ملوش علاقة خالص بالbusiness في semantics معينة للفكرة ان انا عندي transactions نسميها asset automatic consistency isolation durability للتسهيل ناخد فكرة bank transaction انا روحت مثلا المكنة وبسحب فلوس فautomicity الموضوع بيقول ان انا مفيش حاجة اسمها نص transaction يعني هو ان انا اسحب فلوس واخدها يما اسحبهاش والفلوس في حسابي مفيش حاجة اسمها الفلوس خدتها بس رسه في حسابي او انا ما اخدتش فلوس بس اتصحبت من حسابي فطبعا بزيحصل ساعات بس اللي احنا عايزينه دايما ان الموضوع ييمشي كله ويما يمشي شيش هي ان انا بقول لنفس الفكرة ان انا اوسحبت خمسة جنيه من هنا ولاقي نقص هنا خمسة جنيه مش ولاقي نقص هنا عشرة جنيه تمام يعني الموضوع consistent ايزوليشن ده لما بيحصل ان انا مسلا ناس كان بتعمل زمان تحاول تشيت في الموضوع ان هو مسلا يسحب من على الموبايل وفي نفس الوقت يسحب من على جهاز تاني فكان لازم بيبقى في حاجة اسمها ايزوليشن ان انا دي اللي على الموبايل جاي من حتة واللي على اللابتوب جاي من حتة ولو هو بيصحب على نفس الحساب حسحب من ده وحسحب من ده مش الاتنين بقى مش ايزوليتد وبالتالي يا لاجل احب من هنا خمسة جنيه ومن هنا خمسة جنيه وتخصم منه خمسة جنيه لا احب من هنا خمسة جنيه وصحب من هنا خمسة جنيه بيتخصم منه عشرة جنيه تمام لان كل حاجة فيهم separate ودير بيليتي ان انا اقدرت اكيب الانفورميشنز دي لو حد جا واشتكى قال لانا انا مش عارف ان انا لقيت الحساب نقص خمسة جنيه وانا اعلم حاجة ما سحبتش لا اقول له لا انت انا معايا دليل ان انت سحبت من المكنة دي في الوقت ده خمسة جنيه وده سبب النقص في الحساب والمعلومة دي منفعش اسيبها معلومة دي منفعش اقول له والله كمان ثلاث شهور مسحتها فييجي وابع ثلاث شهور يقول لي بوس انا في خمسة جنيه واحد مش عارف راحة من اين لا فدير رابعت ان انا اكيب الانفورميشن دي دايما از لانا ممكن حد بيجي تسألني عليها فدي كانت تكنيكال سيمانتكس يعني حاجات تكنيكال جدا في الترانزاكشن بس محدش كان بيهتم بيها لان هو معتمد بص خد الترانزاكشن ايه وانت بقى ايه شي الحمل التكنيكاليتز اللي هي علاقة باني دي اسمها ترانزاكشن شكيا بنقول لي ترانزاكشن سيمانتك وخلاص اول ما اقول ان دي ترانزاكشن انت بقى مطلوب منك كسيستم تديني بلت احنا بدي لدينا بروموسيز يعني بنوعيد بحاجة بس ما بننفذ بنلاقي شوية التغييرات كده فالرياليتز اللي حصلت بعد بدأنا سنة 1980 نبدأ لن implement systems data platforms على concept data warehouse ان الموضوع شوية بياخد وقت وفلوس وبما انه بياخد وقت وفلوس فهو صعب تغيره يعني انا مش حاجي النهارده اقعد ثلاث سنين ابني بلاتفورم تيجي بعدها بتيجي يومين تقول لي معلش انا انا بحاجة غير حاجة بس لا انا بقى ثلاث سنين ابني في system يعني هو حيبق reluctant little changes تمام بسبب ان انا عدت فترة طويلة ليه عدت فترة طويلة عشان كل نحنا تفاني عليه ان انا بجيب data من كل systems وبحاول ابني central model technical issues كانت مقدورة عليها ولكن كل organization بتاعتها مختلفة عن systems التانية ده اللي كان بيخلي الموضوع صعب في بناية data model وممكن نبقى نشاير كتاب بتاع ralf campbell بتاع dimensional modeling وازاي الprocess بتبدأ وبتاخد وقت واضح جدا في حاجة كانت مهمة جدا ان احنا لقينا بعد فترة ان احنا مش بننفذ كل الجولز اللي احنا اتفقنا عليها احنا حط انا اربعة جولز في الاناليتكس لقينا الـ data warehouse يعني satisfy اثنين منهم اللي هم اول اثنين descriptive وال antagonistic وكان صعب قوي او يعني مش عايز اقول مستحيل بس كان صعب كان فيه ناس بتحاول لكن كان صعب جدا اخر اثنين set of analytics اللي هيا predictive بتاع forecast وال perspective بتاع recommendations ليه لان احنا اتفقنا ان two types of analytics اللي هما في الاخر دول محتاجين advanced analytics محتاجين شوية statistical model machine learning data science experience طب ايه المشكلة ما نعملها لا الـ systems دي بتاوبريت مختلف شوية عن الـ systems بتاعت ال الـ ليه لان هي مش معتمدة بس على الـ data اللي جاية دي معتمدة على third party و forecasting وبالتالي هي كتعايزة a lot of data يعني كل ما افيد more data للموديل hopefully clean data مش اي data وخلاص نجيبها من حتة نحطها للموديل الموديل لكن لو انا عندي سنتين وينفع يبقى عندي خمسة احسن وينفع يبقى عندي عشرة احسن طيب الموضوع كده بيكبر الـ data دي بتكتر الـ volumes بتزيد والـ system ده اصلا غالي فالموضوع بدأ يبقى very expensive plus ان الـ data في اواخر التسعينات بدأ systems تانية تخش على الـ digitalization ما كانتش في الاول زي مثلا الشركات الكهرباء الشركات المية كانت public sector استعمل devices اكتر الوقت وكان الموضوع ماشي بالـ systems اللي على devices دي قديمة جدا ومتعرفش حد يتكلم معاها هو بس الـ system ده وانتهى ومعرفش تدير ولا اطلع منه data ولا ادخله data هو device ده بالـ system اللي عليه وبينفز شغلته ويروح مع الوقت بدأت الدنيا تطور مثال الكهرباء احنا كان عندنا زمان الميتر الميكانيكا الميتر ده كان بيجي الراجل يقراه في البيت ده مفيش حد يقدر يقرا الـ data اللي out of it غير لما يجيب نفسه ويبص على المتر ويشوف هو القياس الكهرباء كان بقى فيه smart meters لا smart meters ده بتبدأ هي نفسها تـ provide data اللي فيها الـ usage بتاع electricity downstream اللي عايز ياخد المعلومة دي ياخد ها يستفيد بيها طبعا ده مثال من ديتا جديدة ما كناش متعامل معها في الفترة اللي قبل كده والـ data دي اغلب الوقت مش structured يعني مش حينفى نحطها في database table format نحن بتكلم على voltage و current و حاجات waves و infographics طبعا نحطها في database ازاي يعني الحاجة طبعا ينفع representها بس بقت أصعب يعني الموضوع احنا بنتكلم الحتة بتاعت AI والAML فأكيد مصطفى أورادي اتكلم على second generation of data platforms اللي نقول انه ظهر حوالي 2000 مع ظهور الهدوب big data يعني طبعا 20 سنة من بداية data platforms مع data warehouse وفي الهدوب data lake كانت الفكرة انحنا نحاول نتحاول نتحاول الاشيوز اللي احنا شفناها في data warehouse هي ازاق handle volumes كتيرة جدا و data مختلفة جدا و entertain الناس بتاعت AI email ما تخليش حياتهم صعبة كده الناس بتاعت الBI مبسوطة بس data scientists كانوش مبسوطين شوية data warehouses فعايزين نبسط الناس دي شوية فجاءت الهدوب ecosystem بحيس ان هي كانت شوية biased للناس بتاعت AI والAML بس كان لازم تكيب consistency مع الناس الموجودة شغلين على data warehouse فكان مهم جدا اللي انت شايفينه ده من سلايد كان عملها campbell بيقول evolution اللي حصلت من data warehouse لل هادوب version of the data warehouse فكان عندي tables بقى عندي files ودي اللي بتسيب الدي تسيب اللي بحط فيها الدي والفايل تقدر تهندل الغريبة اللي بقت بتيجي اللي بنسميها unstructured data وفيه semi structured data كمان زي json وxml of كان في data warehouses بتسupportها بس الsupport بتاعها is very poor لانها محتاجة parts الحاجات دي قبل ما ابدأ بتعامل معاها مع بقية tables والحاجات اللي عندي المتا ديتا اللي كان في اللي هي التابلز اللي كانت عندي system tables بقت محتوطة بنسميه catalog كده بيكيب المتا data بتاع الفايل ده جوائي فيه record وهكذا متأسم ازاي على ال task لان الحقاص بدأنا ننزل تحت يعني بكرة data lake ان هي اسهل حاجة انا كنت بحاول اقولها للناس ان هي الموضوع بين apple وال android انت عندك data warehouse هي متأفلة كده appliance software hardware وكل حاجة تفضل ان شاء الله تمام performance تمام ال hadoop ال android قالك لا لا احنا نفتح اللي عايز يجي يجي اللي عايز develop حاجة يdevelop وافتح كله وافتح system افتح hardware اعمل اللي انت عايزه فديكت الفكرة في ال hadoop ان انا i crack التight coupling بتاع system اللي في data warehouse وخليه مفتوح open واللي عايز support use cases بتاعة data scientist اللي هما مش عايزين sql هما عايزين native access لدي ديني الفايل زي ما هو csv file json file ايا كان ال sql مش ها ديني اي advantage ده بالعكس ده حيخليني it will slow things down الكوري بتاعي هيبقى تقيل على database لان انا بجيب data اكتر وعايز اكتر وها بس ده اللي احنا حطينه هنا دلوقتي الفكرة بتاعة the evolution data lake كانت لازم برضو تدي data warehouse experience اا طب اي الجديد طبعا الاربع اللي فوق شفنا مقبل كده خلاص هما هما الادام اللي احنا اتفاقنا اللي جاي لازم يكيب maintenance يعني يكيب back tracking مع اللي موجود مش هينفعاج يقول يلا نعمل نوقف كل ده ونعمل حاجة كده لازم نتكيب تكيب مع اللي كان موجود already ف الاربع الاول دول موجودين قبل كده نبدأ نخش رقية التغيير التغيير ان انا ما بقاش عندي الموضل اللي كان صعب ده اللي كان قلنا بياخد وقت عشان نبني ولازم نقعد بقى مع وده الوقت ده زي ما اتفقنا الـ data scientist مش محتاجينه هم ممكن عايزين فايل كبير وده في destruct يعني sorry denormalized مش محتاجين الـ relationships والmodeling ده فقال تمام خلص هاتي الـ data الاول زي ما هي كده خلي الـ data scientist اشتغل وبعد كده بقى نبقى نتكلم عالم ده عشان نسا support الناس يعني وانت بجيب الـ data تحط ETL بتنفرس فيه constraints لتاعت الموديل اللي انت عايز تنفزه في التارجل لفكرة الخليل on read واللي معها بقت ELT ان انا دلوقتي ما بعملش حاجة وانا بكوبي الـ data هي copy paste هات الـ data دي زي ما هي حطها في data lake واسبني بقى الاغوص براختي اعمل ELT الترانسفورميشنز واللي انا محتاجه اي موضل محتاجه هعمله as a subsequent step مش هحطه وانا بجيب الـ data منع السورس وده اللي بقى schema on read واللي بقى برضو ELT من الاهم بقى الحاجات اللي فرقت في الـ data lake واللي بسبب ان هي بقى schema on read وELT ان بقى الموضوع سهل يعني اي حد يجيب اي فايل زى ما هو كده يرميه يعني فكرة كانت موجودة زمان اللي هي زى share points والone drives والحاجات دي اقول اي file share حط فيه file والناس بتيجي تأكسس طبعا اسهل بكتير من ان انت تقول لنا عندي data base وعندي model ولازم تنفورس specific schema قبل ما تيجي عندي وهكذا حاجة ثانية من المميزات data ليك ان هي كانت رخيصة وده حاجة من الحاجات اللي كانت صعب ان احنا نعيش بها الappliances بتاعت data warehouse دي كانت غالية جدا طبعا بتجارانتي good performance بس برضو بتاخد فلوس كتيرة طيب هل ينفع نقرب شوية في performance ونقرب شوية في الفلوس يعني بحيث ان ناس اللي ما عايش فلوس كتير قوي تقدر تعمل حاجة فده كان مهم جدا في data lake ان هي كانت بترن على community hardware مش محتاج hardware specific عشان run data lake فده promise data lake جات بيها وكزا الحال لما نفذنا data lake بدأت تظهر المشاكل المشاكل بسبب ان ما فيش model وما فيش governance على data والموضوع بقى سهل زي ما اتفعلنا الموضوع easy sample لانا ادروب data فكان اليوزرز بدل ما يخشوا في complications نعرف هو ايه موجود هو ده ننفع نستعمله او ما ينفع شي طب احنا محتاجين كلهم زيادة بقى بالناس بتستسهل انها تري تكابي data يعني نفس الديتا تبقى موجودة هنا وفرق بسيط جدا موجودة بس full copy في حتة تانية بيوزرز تانية في بيوزرز تانية في بيزنس تانية فموضوع الديوبليكيشن ده كان مهم جدا ان الناس تبص عليه لان بسببه بقى في مشكلة رئيسية ان احنا بدأنا نلوز one of the main benefits بتاعت الديتا lake واللي هي كانت الانتهاية رخيصة inexpensive لان الموضوع مش في الديوبليكيشن كالستوريج الستوريج رخيصة صح احتفقنا لكن الكمبيوت مش رخيص انت لما بتديوبليكيت معناها انت بتريكمبيوت يعني يعني دابل كمبيوتاشن ده بقى مش رخيص ده غالي ايا كان بتعمل ايه الكمبيوتاشنز دايما اغلى من الستوريج وبالتالي الديتا ديوبليكيشن هتفضل لا لا كمس سوئي هسا تصبح بس ما انتخلص حيط دي مايش مشكلة فموضوع داد الديوبليكيشن كان فيه ناس بتقول مش مشكلة عادي احنا الستوريج رخيصة بس تك كير انت مش بس الموضوع عشان الستوريج لا انت كده بي 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 ال الكوست وبعد كده احنا بدأ ندرب في ال بنيفيتس احنا جايين دي تاليك مع الهدوب ايكو سيستيم او دي تاليك ان جنرال سكيلز مختلفة يعني فكرة ان احنا لما بدأ ندرب دي تاورهاوس هي كان دي تاليك كبيرة بس الناس كلها فاهم SQL وفاهم دي تاليك مختلف شوية وبالتالي وبعدين مبني على حاجات قولها open source ابعتش الهدوب بدأت بيها نس كان قد نشوف لستة فيها يعني هدوب ابلايانس فيها لا يقل عن 15 project 15 open source project minimum موجودين جوه الهدوب solution ده تمام رينجر واتلاس وسكوب وفلوم وهاتش دي اف اس وسبارك وماب ريديوس وهايف وتاز والموضوع كبر وبقى فيه skill issue انا هجيب من ايه الناس تعرف كل الحاجات دي تمام اخطر بقى حاجة بعد موضوع الفلوس وده كان مهم جدا الperformance بقى ان بسبب ان احنا من راننا على الهاردور الرخيص بدأ يبقى فيه مشاكل في الperformance بدأ يبقى فيه مشاكل الperformance وناس بتشتكي بتاعت data warehouse بالذات مين اللي بيشتكي دايما الناس اللي احنا مبسطنهم يعني احنا كنا جايين نبسط الناس اكتر بالdata science والmachine learning فالناس اللي بدأت تشتكي هي الناس بتاعت ال reporting والdashboarding اللي كان عمدهم دا tower house قبل كده وسريعة وهم مش مهتمين ان هي غالية هم مهتمين ان هي بديهم performance حلو وبالتالي بدأوا يشتكو لما لقوا ال platform بدأت تعمل بقى زي الاول بلس ان هو بقى عنده مشكلة كمان ان مفيش model وبالتالي هو مش شايف ايه اللي بيحصل فين مين بيجيب ايه فين وعشان كده بس دخلنا في secret multiplication اعتقد الحكاتي كلها cascaded يعني بقى فعلا صعب ان هو يوصل ال data الصح اللي هو محتاجها لانه فيه different versions different formats فهو مش عارف يعمل اي مفيش اي governance بقى صعب وبالتالي برضو هاخد وقته اطول وفلوس اكتر على الplatform عشان نعمل نفس الoutput اللي كنتم نعمل في data warehouse وبالتالي الend result ان احنا وصلنا للمرحلة دي خلاص يا جماعة احنا مش عارفين بصدقو بتوع الBI والreport بتوع descriptive والdiagonistic اه احنا بساطنا بتوع data science و machine learning طيب احنا 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 معلش احنا هنرجع تاني لشغل بتاع زمان وهناخذ من data lake اعتبر data lake دي بس مكان جنا feed sources وهنعمل زي زمان عادي جدا ETL نسحب ها على data warehouse وتقرأ منها وكان الله بالسر عليه فالend result ان انا معرفتش اسatisfy كل ال requirements جوه ال data lake و اخذ اخذ الصورة سؤال انا كان عندي سؤال هنا من ال duplication اعتقد اعتقد النوع الرئيسي ان two teams ممكن data معينة فسعب يقوم ال data وياخد وكل اشتغل واحد اعتقد هنا في حتة ال انا لو عندي data transaction فعند مثلا insert بعد update update delete بسبب ان data lake ما عندهاش update delete بقى عندنا نفس record بخمسة ستة يعني versions لغاية version الاخيرة فبالتالي لو انا بكان في high skill data شركة بتproduce في صحي كده انت وصل في duplication جزد بعض طبعا ده included بس يعني عايز ولك الحتة دي بالذات كان لها حال لو انا لو انا الاخر حتة كنت قدر عملها اللي هي ان انا اوصل لل last version انا ما عنديش مشكلة ان 10 terabytes بقوا 50 وبستيجي يعني انا عندي version ده و كل date ما تكتر احسن اشوف ايه كان بيحصل وقدر ابني audits والstorage رخيصة طيب ايه بقى المشكلة اللي انت قلت عليها لو انا مش قادر اقول للناس هو ده بقى latest version يبقى هو عمال يفضل يريكمبيوت تاني من version الاولان للتاني للتالت للرابع كل مرة وده اللي بيعمل المشكلة المشكلة تدينها duplication مش في ال staging مع big data best practice يعني هتلاقى اي شركة في العالم هتقولك وبعد كده curated وبعد كده سوري بعد كده بعد كده او bronze silver gold طب يا جماعة طب ليه يعني ليه بقى اكوبي الديتا 3 مرات ما هي هي نفس الديتا different format ليه بنعمل كده مش لازم نخلي بنا وما نكوبيش لا ما البرونز والسلفر قال مين هيجي هنا ومين هيجي هنا فلو انت قادر ت organize الشغل على different versions ما فيش مشكلة ال storage increased لكن ال compute مش increased ال storage increased it's okay ال compute increased هو ده المشكلة تمام فدي فكرة duplication ان انا زي ما انت قلت ان انا entire project جاه وراح جاي لك بولك كده فيه project قديم كان شغال ب data بطريقة مختلفة طب انا بدل ما اخش وافهم هما كنا بيعمل اي وحاول اشتغل على نفس data re-use لا انا او start from scratch data رخيص ال storage رخيص فهو misconception في فكرة ان ال storage رخيص misconception هو صح ان انت تcopy مش مشكلة بس بسبب الملوضة الناس تستسهل انها تجيب ال data من storage رخيصة بس ال compute ما بقى ش رخيص انت بتcompute وده بتcompute على نفس ال different versions لنفس data which is okay from the storage point of view but not okay from the compute point of view طيب في نقطة كمان هنا دلوقتي انها زمان في data warehouse كان عندنا كل table نفطرت لكي بقى index distribution كي زي ان كان الاسم بتاع في ال data lake مفيش في حتتي فبقى الناس اللي ماشيين بال old school اللي عايزين عملي data analytics heavy analytics و heavy analytics هي مصول بها reporting مثلا و join table كتير بحجم data بعمل join كبير والscanning بقى كبير فبغض مشكلة computer مشكلة storage خيصة بس computer وشكل data على disk ما فيش statistics من tables بتديها لنا data lake بال vanilla version او زي اللي هي يعني من غير اي اضافات صحي كده مزبوط وده اللي خلي نوصل للمرحلة دي هم خلاص مع data lake انا مش قادر اجيب نفس performance اللي بتعمله بسبب انه عندها indexes وعندها proper paging وكاش وhardware كمان optimised for that الperformance انتهى يعني اي حد هيجي اتكلم في performance وحاول circumvent يعني حاول يتحايل على performance من data lake هيتعب الحل ان احنا ما احنا اسفين الناس بحتي data house دي اللي هي عايزة الدنيا في السريع بتاعة data science ده يعني غلبان شوية يعني هو بيفوركاست او احنا فاهمين ان هو بيعمل حاجة معقدة جدا ممكن ان ياخد وقت لكن ال report ده رايح لل stakeholders رايح ل c o وكده احنا عملنا كام ونجيب كام وكده فما نفوش زور بقى يعني ده ما بيتأخر عليه حاجة بيعمل notice كبيرة فده اللي قال خاص احنا اسفين معلش سيبنا data lake ده هن تعملها data science وانت احنا اسفين جدا ETL كهي data warehouse كهي وارجع تاني report اتك بالسريع فلا performance خلاص كان big challenge بكل trials اللي بتحاول التعامل على data lake اللي خليتنا end up بالresult ان احنا عندنا two platforms تمام تمام انا بس بتعايز discuss لا لا تمام لا 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 مشكلة طيب ها يا جماعة تعبنا مش عارفين data warehouse وبعد كده قلتنا ده تاليك هتبقى رخيصة وما تلاقيتش رخيصة وروحنا جايين في الاخر العمل data warehouse فوقيها فنيجي بقى لسنة 2020 ده احنا دخلنا في الجديد 2020 في شترة 4 سنين سنتين ثلاثة يعني جاي بقى الكونسبت اللي هو بتاع lake house طيب اول حاجة نبدأ نتكلم فيها قبل ما نخش في تفاصيل احنا بنقول الكونسبت ده بدأ 3-4 سنين يعني عشان نبدأ نقول مشاكله محتاجين 10 سنين او 20 سنة زي التانين عشان نبقى فير انت خدت 20 سنة تكرتاسيز data تاورهاوس عشان تطلع data lake وبعدين خدت 20 سنة عشان تكرتاسيز data lake تطلع lake house يبقى قبل ما نبدأ في بلاتفورم جديدة ماليش 10-20 سنة كده بس نشوف بقى ايه مشاكل lake house فاي حاجة هنتقل دلوقتي هي theoretical لان احنا لدينا realities قوي لدينا realities of 2-3 years هل ده هيفضل promise وان فعلا promise وال realities promises مش هكتبها هي عبارة عن نفس promises اللي فاتت الاتنين مع بعض هات promise مع ده promise of the data lake مع promise of the data warehouse ده بقى of lake house combine طب ايه realities اللي كانت في data warehouse اللي هي المشاكل data warehouse اللي تحلت في data lake وظهر لنا مشاكل في data lake اللي هي مش عندي للمشاكل دي ولا للمشاكل دي خلاص هو بقى ده 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 الفكرة ان احنا ده ده الجديد اللي هيوفق الراسين دول فهل ده هيحصل الله هو اعلم بس so far هو ده اللي شغل هو ده اللي فعلا حتى لو هو مش وصل لل best result entertain خليني نسهل بقى موضوع ال bi ai وال ai ونحط ال iml مع ai عشان بس بقى حلوة ai و bi اللي كان بي زمان بي entertain ال bi وال ai زعلان data warehouse بعد كده data lake بت entertain ai وال bi زعلان احنا هن entertain الاتنين ان شاء الله ده lake house promise وزي ما قلنا ايه ان شاء الله ومش غير تفاصيل هما realities sorry بتاعة data lake plus data warehouse والفكرة ان احنا مش محتاجين اتنين يعني مش محتاجين data lake وبعد كده ETL وبعد نتلع data warehouse هنعمل حاجة كده ونخليها في data lake تسيرف الاتنين تسيرف ال bi وال ai ال bi وال report data science ومشيل لاننق ونفس الفكرة ال screen shot دي هبحط لك ال link ان شاء الله من ال paper بتاعة data bricks طبعا ليس data bricks الوحدة هي data bricks مع جماعات الكاريفون اللي فاوند data bricks اصلا phd في us فكزا حد معهم طلعوا ال paper دي من الاخر نفس اللي كنت بحكي عليه بمشاكل data warehouse ومشاكل data lake وبالتالي اللي احنا we promise ممكن نلاقيه محلول في lake house كلمة السر في lake house كلمة السر حاجة اسمها delta lake ايه delta lake هي اللي انت شايفها مكتوب هنا metadata caching and indexing layer ده اللي كان بيتكلم فيه مصطفى يقول لي طبعا احنا كان عندنا حاجات حلوة في data warehouse بعد indexing وكاش وكانت ما نخليها الperformance حلو دي مش عارفين نعملها في data lake the promise ان احنا نقدر نعمل الكم ده في data lake فوق الformats اللي احنا كنا عارفين في data lake اسم delta par k هو ده ايه ده راح في اين معلش انا كنت طريبا حطت ال لشان مش هزدخل بنفسي في تفاصيل delta لان عارف ان احنا ممكن ناخد وقت طويل فيها ومش هنخص عادتها مش فطريبا انا شيلت ال بس ان شاء الله ممكن لو حد لو مصطفى برضو يقول لو في الناس وممكن مصطفى كمان يتكلم فيها تفاصيل delta شغال ازاي الفايل ده ال بطريبا عامل ازاي بيه هندل ازاي الكاش وال عنده حاجات تانية طبعا غير الفكرة ال وكده انه بس بيعمل ايه يعني اللي بيحصل عشان نهندل نفس السيمانتيكس بتاعة ال بتاعة اللي هي ال تمام واللي احنا قلنا عليه برضو ازاي ولا انا عايز انهي انهي انا عايز اشوف الكلام ده عشان اعرف انا اوصل ليه الكلام ده انت هن تتكلم على delta lake او اي حاجة هم كلهم نفس الفكر delta هنا مثال مش شرط delta صح اه بالضبط كويس انت وكرتنا دلتا لان احنا ممكن يشتغل مع نوع منهم كتير اي نوع بيساببورد API او البركي اللي كنت فعل بكده حدة الابي آيز اللي بتخل تشيل عنك هم انك تقعد مني ولا تعمل الoperations دي نظبوط نظبوط واللي هي البروميس في الاخر ان انا اصف يعني ابرج الجاب انا عايز زي data warehouse من data lake زي tables والSQL من الفايلز وممكن SQL او spark تمام ده المطلوب وانا very high level من غير ما نخش التفاصيل عشان بس نرحى نخش ها data mesh data mesh دلوقتي نقول ان هي بدأت 2021 مثلا الpaper اللي عملتها الـ founder الـ concept اللي هي جامعك طلعت على مارتين فولر بلوج هي كانتشغال ساعتها في شير كاسمها thought works consulting بس الموضوع بدأ ياخد tension السنة اللي فاتت 20 يعني 22 هنا كان في لندن في events بتعامل كل سنة اسمه data london السنة اللي فاتت كان اول سنة يتعامل theater يعني هم عدوهم different theaters لل data engineering وال data warehousing وال modern analytics وال data governance وكده واول سنة يتعامل فيها theater لل data مش وكان السنة اللي فاتت وجامك نفسها founder جت الـ event وبرزنت في الـ keynotes وكذا session بعدها ودخلت كذا panel debates فكان التنشن كبير قوي على الفكرة بتاع data مش ايه بقى data مش دي بس قبل ما نخش فيها عندنا مش عندنا حاجة مهم بازم ناخد بالنا منها ان هي جاية بدري شوية يعني انت data مش دي جاية والليك هواس ما بقالوش 3-4 سنين احنا اتفقنا ان احنا الهايب بتعهد لها 10-20 سنة قبل ما نبدأ ان نشوف اللي وراها فدي جاي في السريعة ممكن يكون عشان الان الان بتتغير ولازم بقى نبدأ ان ننسى ال 10-20 سنة الان بقى سرع من كده ممكن بس دي بوينت ان الموضوع جاي شوية بسرعة فدي حاجة طيب ايه بقى ال DataMash ال DataMash جات وقالت لك احنا هنعمل اربع حاجات ودي في حد ذاتها مشكلة لان هم عايزين الاربع حاجات دي عشان نقول ال DataMash وبالتالي اول misconception سيحصل ان الناس تعمل حاجة من الحاجات دي ويقول تماما انا ال DataMash مثال حاجة اسمها Self Service Analytics Self Service Analytics دي موجودة من ايما Data Warehouse من ايما Data Warehouse الناس عايز تعمل Self Service Analytics بيتكلم في مشاريع Self Service Analytics One of the pillars فلو واحد عمل Self Service Analytics As a project وحنقول ايه هو ده حيقول لك تمام انا حاجة present انا عملت تماشي واحد تاني هيقول لك ال concept التاني اللي اللي قبلي هو Data as a product انا هعمل ال concept ده بغض النظر Data Mesh ان اول حاجة بسبب ان هما four concepts هلي ان احنا نعمل واحد فيهم ونقول احنا كده مش معرفش maybe it's okay بس Data Mesh مفروض as per my opinion هما اللي اربعة مع بعض يعني لما اللي اعمل اللي اربعة مع بعض يبقى انا كده اجي اقول ان انا عملت Data Warehouse هعمل حاجة قلت عملتها Data Warehouse ومعنديش مشكلة عسيب نفسي بقول انا عملت Data Warehouse على Data Lake مش Data Mesh طيب ايه بقى اللي اربعة دول اللي احنا عملين فيهم هما اربعة concepts اغلب الظن هما mix بين concepts جت من فكرة موجودة قبل Data Mesh في Application Domain اللي هي حاجة بيسموها Service Mesh بنفس الاسم بس Service لانها كانت اكتر لل OLTP نحن تكلمنا على OLTP لهم Systems Applications بتعمل المين بزنس بتاع ال Organization وفي آخر نحن عندهم Data برضو Data Bases وظهر حاجة كده في ايام مثلا نقول مثلا قبل Data Mesh بخمس سنين يعني عشرين اه سوري عشرين خمس عشر حاجة ظهر concept service match service match الناس تقول برضو احنا عندنا Monolithic Application شبه Central Data Platform وعايزين نبريك it down لMicro Services شبه distributed Data Platform ونخلي الناس دي تكلم بعضها طيب اول حاجة اول حاجة من اول كلمة في Data Mesh distributed او decentralized دي الوحدة اول مرة نسمع على Platform تكسر كل اللي فات انا ملاقيا ما كتبت اسكندرية بنتكلم ان Data Platform دي Central Platform يعني مكان منجيب Data من كل مكان ونحطها فيه عشان الناس تيجي تقعد بسهولة تلاقي كل حاجة مع بعضها تمام مش in silos طب حنرجع تاني ل data centralized Mesh يعني عايزين نسمع اكتر بس ايه الفكرة يعني بس دي اول Centralized Platform مع Centralized Platform ظهر Centralized Teams اللي هما الناس بعت Data Platform Centralized Ownership ان الديتا دي مين اه هي جاي من Source System بتاع Payment بس بس ان انا احضطها في Data Platform بقت responsibility بتاعة Data Platform Team Different Team مش الـ Team اللي طلع الديتا الديتا عشان يعني يديها الواحد تاني هو مش عامل بيها حاجة تتل في النص ده بطليموس مش هيعمل حاجة بالكتب صح اتفقنا هو عايز يجيبها الناس تانية بس هو لما جاب الكتب الناس اللي في هناك من بقية الـ civilization هو بقى هو مسؤول عن الكتب دي اللي عنده ودي الفكرة اللي كانت في كل Platform واللي Data مش بتقول لا احنا محتاجين نعيد تفكير في فكرة وحنا ليه بنجيب Data كلها في مكان واحد وال owner بتاع بقى واحد تمام او مش واحد طبقا بقى team يعني team واحد تمام طيب ايه بقى المطلوب المطلوب ان احنا نبوش الـ ownership upstream يعني مين الـ owner اللي طلع الـ producer اللي طلع الـ data هو الـ owner بتاع الـ data هو اللي يقول الـ data دي ده سعرها لو هي حبنتكلم ان هي acid بيتباع ده ده سعرها في السوق هو اللي بيحدد كل حاجة اللي علاقة بالـ data دي تمام بما ان قلت ده سعرها احب اقول لكم ان هو ده فعلا اللي بيحصل في data مش ان هي كل data ما عرفش عايب اقول acid container اي حاجة بتعامل ان احنا الـ data دي مش حاجة نفكر فيها كأن هي حاجة csp file على disk لا ده product يعني product يعني لي value لي سعر و لي way ان انا اكسيسو يعني انا مثلا عايز اشتري حاجة بروح والله على amazon ادور على الحاجة دي الا product اروح شريعه فان اقدر اخش على platform معينة ادور على النا عايز واشتري product ده والproduct ده انا قادر استعمله مش ان انا هاشتري وحط كده يعني طبعا في ناس تشتري حاجات تضعها بس يعني usable فهو من الاخر كده فكرة product حتى برا data domain هو ان هو حاجة valuable usable and feasible دي التلاتة definitions اقل حاجة يتعرف بها product حتى تبرد data space في data space عشان map الكلام ده ل data domain قالت تمام انت الوقت producer بتاع ال data بقى هو responsible ان هو share curated data بتاعته دي انا حقدر استعمل ها usable انا مش هجيب data xml مش عارف استعملها و of high quality لان انا بت compeet مع product ثانية انت عايز تعمل لي سعر product ده تمام انا في الاخر بعمل ايه بشوف لما انا اقول انا اعجز product ده بلاي خمسة suggestions وبخمسة prices طب ليه لان quality تتعدى احسن من quality ده ده احسن من quality تتعدى اللي هيحدد price هو quality back usability هو interoperable يعني انا غالبا في data product ده مش هستعمل الواحد غالبا انا انا اجيب حاجة جلد خام و سبغة و ما كان بشكل بها الجلد واجيبه مع بعض ويطلع من ناحية التانية مثلا الانجاز من product ده مش هستعمل الواحد فلازم اقدر استعمله وانتجريته مع حاجات تانية عشان اعمل value بالاخر as a consumer للديتا واخر حاجة ان انا اقدر اسكيور الاسد يعني الديتا تختلف عن حاجات كتيرة او من حاجات كتيرة برضو اي product بيبقى فيه شوية حاجات sensitive وبالتالي الديتا برضو ممكن تكون فيها حاجات sensitive انا عايزة اعرف sensitive دي والديتا السكيورد محدش يقدر اكساسها غير product owner يقول نوع ما ينفع اكساس فده فكرة الديتا product تمام اللي هي زي ما اتفعنا جاية من فكرة product in general بس حطيتها في context بتاع الديتا وده من اصعب ال concept داخل الديتا مش اصعب concept انا عندي سؤال هنا لا تفضل يعني هذا بقى بك شانا حت دي بصراحة بيصف كتير هل product هنا مقصوب بي مثلا operation systems مثلا عندي billing هل billing هو product ولا ال operation system قد تيجي مثلا لأي حاجة مش مهم عندي ويطلع منه اكتر من product في ناس بتماب product one to one مع operation system فسرحك لا ال production product ده مش فهلا معي هو ايه المهم عندي ال value بتاع product كل واحد يطلع product هو اي حد هقولنا اعمل data product one to one مع اي حاجة مع table مع file مع اي حاجة ده غلط لان الفايل ده زي ما اتفقنا انا مقدرش اعمل بي حاجة روحته ففكرة product دايما هتبقى هي عبارة عن segregation sorry aggregation of data في نفس الدومين انا الوقت الفكرة هناك انها بتقول احنا عايزين نعمل analytics جوا الدومين مش لازل نعمل analytics كلها مع بعضها كأن واحد عايز يعمل analytics جوا greek civilization واحد بيعمل analytics جوا persian civilization واحد تاني في chinese civilization ممكن ممكن واحد تالت يبص على output بتاع كل analytics اللي حصلت جوا الدومين دي دي فكرة product انا وحوضحها على فكرة بعد كده مش عارف السلايد دي ايوة هي ان الفكرة ان انا مع اول واثاني principles theoretically انا عايز اعمل حاجة زي دي ان انا اول حاجة هقسم الorganization لdomains فده مثلا retail shop domain والتاني ده e-commerce domain والتالي ده shipping domain دول domains جوا الorganization بتاعي تمام جوا الدومين دي في operational data وزي مثلا point of sales في shop e-commerce services اللي في e-commerce و logistic services routing services في shipping بس كل واحد فيهم عنده analytical product اللي هو الhexagon ده اللي هو retail sales inventory amazon sales shipping history يعني هو one to man mapping ده حاجة وده حاجة بس طبعا في بينهم link product لي link مع operational data اللي طلع علي من الدومين ده لكن it's not one to one مش واحد مربع هيبقى واحد hexagon لا في بيحصل curation aggregation وquality checks و security checks وده أصعب concept أصعب حاجة أن أنت تقول لل system owners اللي بقى لهم سنين السنين بيدوا data زي ما هي عندهم they don't care about it their quality their way to access it how that can be integrated مع systems ثاني وبتبوش عليهم تقول لهم لا معلش أنا آسف أنتم محتاجين تعملوا شكرا analytics عند و تطلع بيتها right at the source و quality و ده أصعب حاجة آه في صعوبة في ال domains بس هنشوف بعد كده أن في ناس بدأت تعمل فكرة ال domains دي جو اللي ما بستعمل لنا يعني نعمل دي بفكرة طبعا promising جدا لأن ما فيش organization اشتغلت معاها عملت أي platform سواء data warehouse أو data lake أو حتى lake house غير ويشتكم data quality مستحيل ليه ليه بيشتكم data quality بالذات لأن انت central team اللي أخد ownership على ال data تمام ممكن يفكس technical quality issues يعني missing data late data incorrect data بيحاول يحاول يشوف الحلول حمس sorry حكمبليت ال data اللي مستحيل دي بأفريج من حاجات ثانية ال late data حعمل late handling late arrival handling اللي ال data اللي جاية لlate ال data incorrect هحاول exclude ال record ده أو exclude ال data دي عشان ما تكربت كل حاجة فأنا بحاول technically to fix the issues بتاع data quality لكن حوصل أكيد لمرحلة أن أنا ما عنديش حد يحل المشكلة دي غير source system المشكلة عندكم يا source أنتو يقول لي data جايبين data chinese أنا ما عنديش حد يترجم ل chinese chanese أنا عامل إيه بقى مفيش حد يحل المشكلة دي غير واحد chanese عاي عرف greek ويتranslate هالي مستحيل أنا هحل ها عندي تمام تمام فدي الفكرة أن أنا في حوصل دايما لوقت quality issue لازم تتحلى عند source وده data mesh mainly عايزة توصل أنا كنت في data london برضو السنة دي وكان الناس بتتكلمني على مشاكل data quality فقالت لهم ايه بيه زور قالت لهم بص وحنا هنعمل إيه إنت لو إنت قلت روح للسيستم owner وقلت لهم بص تتبعيتك وتعبانة ومخلية الموديلز incorrect imprecise inaccurate ومخلية الاناليتكس مش مظبوطة وكل حاجة يعني برحتك هو بالنسبة له الاناليتكس تا is after fact أنا برن business أنا برن shipment يعني إنت لو أنا ما شابتش يعني عادي تشيب ال product إحنا مش حاجئين فلوس comparing the two things دايما operating systems عندهم upper hand لأن ال data بالنسبة لهم data analytics after fact تمام فكان الحل إن إحنا يعملوا organizational shift إن هو يوصلوا الموضوع يعني يعني موضوع data mesh ده ups up يعني data mesh دي فكرتها إن هي بتحاول تقول ده data platform ولو إنها عادي هي بتحل مشاكل موجودة في أي platform حل مشاكل data quality عندك في lake house حسن تقول أنا بعمل data mesh بس المشكلة بس الميزة في data mesh بس إن هي عملتها كconcept لمت كل مشاكل ال data platforms كلها مش بس lake house ولا data warehouse ولا data lake كل مشاكل data platform عشان هي كان centralized لمتها كلها وهي الحل هو بحيس إن انت ممكن تاخد الحل ده تطلع به فوق لل CEO وتقول له بص احنا عندنا مشاكل كتيرة والحل هو ده فال CEO يعجب بالفكرة في بوش على system owners الفكرة بتاعت إن إحنا الوقت بنا عندها تماش وإنت يا domain محتاجين تكيوريتو data وتعملوها off good quality لأن بأي شكل تاني أنا مستحيل كده friendly on friendly basis أبوش upstream الفكرة بتاعت إن أنا محتاج quality تمام الconcept الثالث إحنا we touched on it very quickly إن هو موضوع service analytics ده إن إحنا اتفقنا إن الناس اللي في النص ده بتلايموس هي ما بتعملش حاجة هي بس بتحاول تساهل الحياة للناس اللي بعدي هي اللي حصل إن هم مش بيساهلوا الحياة ولا حاجة إن هم فعلا الناس users سواء data analyst أو business users ما لسه highly dependent على التيم اللي في النص ده إن هم يجيبوا data وينكيزوا quality بتاعتها ويوارجينايزوها ويعملوا حاجات كتيرة جدا فبقى التيم ده bottleneck زي ما شفنا في الصورة هي fan in fan out وبالتالي في حد في النص عمل مشكلة يعني أنت بتدخل كل الflow ده لبايب صغير وبكي تطلعوا الناس اللي على اليمين دول self sufficient يعني مش كل حاجة يرجع لي كده platform يقول لي عمل هالي آه في very complex transformations محتاج ان انا اجيبي الديتا واقعو اعمل مشاكل اعمل transformations معقدة جدا ممكن تكون فيها calculation صعبة جدا معند وش فكرة هي صعبة الbusiness user عشان ازبط له الديتا فده ماشي يعتمد عليه لكن هو ساعات بقى فيه الديتا جاية وهو محتاج يترانسبوز الديتا ولا يعمل زي ما كان بيعمل زمان في الاسل sheet بقى هو كان الاسل sheet عبارة عن اي هو الديتا داخلة وهو الbusiness user قاعد على الاسل وعمال بقى بفوت tables ومش عارف ايه وكبه زي يعني مش بقى لهم عشر خمسة سوية سنة بيعملوا data engineering ف how can i streamline the experience تاعتهم مخلهم دايما dependent على التيم اللي في النص ده اللي هو bottleneck بالذات لهم ما بيعملوا حاجة بسيطة يعني بيعملوا transformation بسيطة مش محتاجة dependency على central team اللي هو ممكن يبقى من الحاجات البسيطة قلنا انها ممكن تتعامل بس بردو مسهلة يعني الحاجات دي بردو محتاجة وقت خلي technical team بقى ده central team ده ياخد بالهم من التكنيكل فده service service analytics ده انا اخلي الbusiness logic السهلة ده can be streamlined وخلي users ذول اللي هم الbusiness user اللي بيطلعوا في الاخر the value out of the data self sufficient مش معتمدين على central team اخر concept بقى واصعب concept واطول concept federated computational governance يعني اصلا في صعوبة في انه نفهم يعني ايه الكلام ده وحقيقي انه اصعب واحد احنا نقول data as a product صعب مش عشان هو صعب هو جميل ايه يعني ايه اشير بص نقرى كده حاجة جميل data as a product ولل product ليه value كلام جميل يعني كلام واضح محتاجين ال data تبقى مظبوطة وquality data حلوة واقدر من على source مش محتاج ناس في النص تعملي الكلام ده واللي بيحصل حتى لو انا اتزنقت في ال concept ده ان انا اجيب ال data engineers دول وقسمهم وامبيد كل واحد فيهم في domain وقول لهم بصوا ده data engineer اللي عندك في domain X اللي هيشتغل على curation والquality الرجل بيفهم في data وهيقدر يساعد ك to deal with data بس انتو لسه اللي عندك ال upper hand في decisions تاعت quality وال curation وال integrations وهكذا فمحلولة وكلام حلو لما in my opinion ده اصعب واحد في فهمه وفي تنفيذه طبعا فنقرأ كده in my opinion شفام طيب طب نقرأ أكتر برضو ممكن احتمال نفهم احتمال لم نفهم شي برضو فالمكتوب حقرأ زيما هو كده بعد كده نحاول نفسر لما ما صعب to federate and automate the decision making involved in managing and controlling data access to be on the level of the data owners from the different lines of business which is still in line with the wider organizational legal compliance and security policies that are ultimately enforced through damage صعب كلام صعب كلام صعب صعب والمش يعني كيف تحاول تحل المشكلة تمام هي مشكلة المش بتحاول تحاول تحاول البرودكت برودكت يعني مش عشان معايا مش هيدخلو المشكلة تحاول 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 برودكت برودكت تحاول 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 المشكلة الوزر الوزر اكسس النيوشيات مع الاحسس لير دي والاحسس لير دي هي اللي بت ايه بت انفورس البرودكت اللي انت عايز يا برودكت تقون والليير دي زي ما قلت لك هي ايه اغلب اللي بيحصل لانها تقرب لانها تقرب من البرودكت وعشان تبعد عن ال 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 معناها ان لو انا راجل بس استعملتون حياتي power bi مثلا او tablo ما تجيش تكسرلي ال experience دي وتقول لي ما عليش احنا استعمل حاجة تانية انا انا كده مش عارف استعمل ال معناها ان انا عايز اكيب ال ال تكنولوجي زي ما هي طيب عشان اوصل للمرحلة دي معناها ان انا ما ينفعش احط ال ال على التكنولوجي دي واحد بيأكسس بSQL واحد بيأكسس بSpark واحد بيأكسس بEngine ثالث KQL نصلا عندنا في Microsoft فلا انا للوقتي في Microsoft مثلا حطوا حاجة اسمها فعلا بيشتغل عليها حاجة اسمها One Security ايه One Security دي اما في ال concept تاع ال data match اللي هو برضو مع lake house في Microsoft عاملين بروضيكت اسمه Fabric Fabric دي عبارة عن One Lake وهتلاقي في البروضيكت مكتيف يسمعه One Security One Security دي اذا Access Control على One Lake نفسها فوقيها مش layer تانية الواجوة One Lake واي بقى engine Spark SQL Access Analysis Services different ways لازم ينجوش مع layer دي تمام layer دي اصلا بقى واخد البروضيس product for the rest of the company to access تمام دي نجح تاني نقول ان هما بيبقى ان هما اربعة concepts شفنا كتير organizations بتحاول تعمل حاجة الحاجات يعني يقول احنا تمام وصلنا ان احنا قسمنا طبعا الكلام ده اول واحدة دي اصلا محتاج large organization قسمنا organization to domains لو الشركة اصلا بقى عشرة انفار domains ايلي بنتكلم فيها نتكلم بقى في شركة فيها عشرة تلاف واحد مثلا وفيها divisions كتير و subsidiaries و قصة كبيرة نبدأ بقى نفكر ازا نبدأ نقسم الناس دي ل domains اللي هي business domains مش بقى location ولا language ولا اي حاجة لا ده domain business domain يعني الناس بتفهم اوي 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 في financial domain الناس بتفهم اوي 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 في sales ماشي ده sales domain الناس بتفهم اوي في marketing حيث ان انا اجيب كل technical functions سواء data engineer software engineer business users في كل يعني في different rules كلهم يتجمعوا على domain واحد business domain واحد وكلهم عندهم business domain knowledge دي وده كل حاجة ان كل واحد فيعمل business ده مشغل ازاي تمام فالناس كانت بتعمل الاولاني ويقول لك احنا عملنا المش الناس بتعمل التاني بقى 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 المش ناس بتعمل التالت ناس بتعمل الرابع وانا فاقت ده حقيقي انا حضرت اون لان يوتيوب ممكن نشير لانك سليتر السنة اللي فاتت بالزات زي ما اتفقنا ان كان تجع الموضوع كان فيه the state of data mesh session او كان يوم وكان فيه كذا session شفت كذا customers متكلموا وال variety بتاع customers كان رهيب حاجة too far from each other يعني مثال زي ما اتفقنا احنا انا انا هارجي على السلايدي دي او احنا اولا اتكلمنا عليها بس هارجي عليها تاني واحد ده عمل موضوع لفكرة data product وجا اتكلم ان هما عملوا الكلام ده ازاي وجاي بالتكنولوجي بسيطة جدا tool مش حارف حتى اسمها ايه map particle و trino و locker ده التكنولوجي اللي هما استعملها عمل data product وجاي اتكلم في data mesh state ان هو عمل data mesh within this organization تمام واحد ثاني concept مختلف تماما وتكنولوجي مختلف التكنولوجي vendors موجودين في data mesh ده بس ده هو الموتيف كان self service الوقت عندي كل التكنولوجي ده وعايزين بقى نعمل self service حيث ان احنا كل الناس اللي من كل التكنولوجي ده يقدروا يتعاملوا مع بعض through the mesh فهتلاقي فكرة تانية خالص بتكنولوجي تانية خالص اكشل بتكنولوجي كتيرة خالص ونفس الفكرة برضو دي السا دي ماشي ازا دي ماشي ودي ماشي زي ما اتفقنا بسبب ان مفيش reference احنا حطين concepts they are theoretical concepts بس انا مثلا انا ما قلت انا جايب الليك هاوس قلنا اه البيبر طلع مع ناس PHD وكده بس كان في شوء فكان في لما اتكلموا هما فكرة lake house architecture وانحنا نعمل delta lake نستعمل delta format ونعمل delta sharing فانا عندي reference لو انا عايز اعمل ده عندي reference وانا ممكن اعمل زي بنفس concept فكرة فين بقى فين ال data مش يعني فين system اللي اقدر اشوف وقول data مش وانا ممكن اعمل زي بتكنولوجي ثانية بس انا ده reference انهم عايزين كل team مسؤول عن product وي سيبرات ownership بتاع مرض هو التنفيذ بتاعه هو idea والتنفيذ بتاعه كل شركة تنفيذه بالطريقة اللي تريح انه مفوش standard اصلا حتى حتى شامك اللي عمل الكتاب يعني اعطا الشركة مسؤولة عنها او الاشراء معهم يعني standard بتاعهم نفس فالimplementation مش واحد يعني انا فهم مش بعملوا pure يعني مفيش حاجة واحدة بيقلوا ده مش كل شركة او كل use case بتنفيذ المش بالطريقة اللي بتناسب الuse case بتاعتهم وتريعهم وممكن اعمل مش تكون زي ما كتاب بيقول بس complicated جدا علي وانا مش عايزها مش رات اسميها مش دي بقى المشكلة هي بقى الفكرة الناس كلها بتقول احنا مش طب ليه عادي اقول ان انا كان عندي quality issues عشان central platform عملت decentralization بأي انكان سواء على نفس architecture او حتى from the networking level infrastructure حلت مشكلة بس انا ولا عملت domains ولا عمل self service ولا حتى لو عمل domain وهو حتى لو عمل domain وهو ممش على الكتاب انا احس ان data mesh هي قرب لpractice يعني حتى مش هي مش مثل the OOB مثلا بالdesign patterns مثلا ولا هي زي data lake بالtraditional way بتاعة data warehouse سواء بالmodeling بتاع امون ولا كم حتى ما لهاش maturity لدرجة اقول من بيعمل ده مش صح م م اقول ان من بيعمل غلط خلص انتي شركة من عشر افراد عندهم two databases وعمل data mesh ممكن اقول اه ده كده انتي better ان ده communication على الفاضي مش اقول ان هم بيعمل غلط انا بقول على ان م م م م م م م م تشوف بقى ليه في different interpretation للconcept بتتنفس بطرق مختلفة بس الconcept نفوت بقى كلها موجودة هي بس الفكرة ان هم نتكلم ان فعلا انا لو انا عندي مشكلة في اي ان كان بلاتفورم بتاعتي وحلتها بطريقة من طرق الdatamash مش لازم بس بقى ايه اخش بقى في سكة الdatamash وانا انا عندي مشكلتين ولا نفترض ان اما مشكلة في مش واللي هو مسلا data product مسلا ولا بقى بقى بعملت وولا لسه centralized access ولا عملت domain ولا عملت اي حاجة ايه بقى المشكلة ان انا اسيب الفكرة فكرة ان انا حلت مشاكل ال بلادفون بتاعتي اللي كانت لها علاقة بال quality بس ليه لازم اقول انا بعمل مش لان ده بقى بقى بيعمل misconception انا بقى مش فالناس بتقولك تمام مش بقى واحد اتنين 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 اتربعة طب انا ما عملت اش ده طب هنعمله طب انا كده ليه زودت عن نفسي challenges انا عندي two challenges i solve them لو انا قلت data مش يبقى two challenges بقى عشرة لان انا انا اركز في اللي انا فيه هو ده theory فانا في الحاجات دي لقيت حلول لمشاكل عندي تعال نحلها two challenges زي ما اتفقنا قلت يقولنا اش بتاع نحلها هيتحلوا ازاي بفاك data product يا جماعة كل حد هيجي زي الراجل الشركة دي كل حد هيجي يعمل data product ودي standards بتاعت data product وده اللي احنا بنعمله تمام ده ما انت شايف وعنده matrix وdimensions وبيقسها وبيشوفها وبيتراكها ويobservها وبيكنترولها تمام يلا بينا بس خلاص ما نخش بقى ده تماشي فيجي واحد يقول لي طب انت كستيك holder شايف ده تماشي كونسب كله في وفي self-service طب طب ليه انا خش انا حل مشاكلي وبعد كده اقول انا ام تتكين استيب توورز ده تماشي تمام مش العكس مش اقول يلا احنا مام ده تماشي احل اعمل اول وابعد هنا انا احطت لنفسي اا اا challenges هي ما كانتش موجودة اصلا كده تقصدي خلينا احل مشاكلي بس التالج انت �� او تول او ما او ا Spanish ذا بي مس لأن هروحوا جاي واخد الكونسيب ككله. عايزة يمبلمينته كله. هحل اتنين ان هما عندي من دلوقتي. بس هزود على نفسي عشرة ما كانش عندي اصلا. ما عنديش مين هم مشاكل. عايش متعامل معاهم. طبعا كله هيبقى جود. بس في لسه حاجات ما كانتش عاملال مشاكل. هما الاتنين اللي انا I'm suffering from them. واحد او اتنين. كواليتي وانرشب بس. فتس او كي. يعني انا ما عنديش انا مش بيكرتصايز بالعكس انا بحابب الموضوع. بس اه الفكرة ان احنا اللي انا بحذر منه ان احنا نقول يلا نعمل مش. وننسى اللي فات. ده خطر. خطر عشان ممكن يحصل ميس كونشيبشنز فوق. في حياتة في ليفلز انت مش اصلا اوير بيها. تبدأ تحط لنفسك مور شالينجز. تمام? فبس فانتشوفت زي ما يعني حاجات مختلفة. لان كل واحد بيحاول لحل المشكلة اللي عنده. فالراجل ده بيحاول لحل المشكلة اللي عنده اللي انا هو عايز يعمل برودكت. يمكن يكون عنده متكات قواليتي ايشو. بحلها بالبرودكت. ده كان عنده مشكلة انه عنده يعني تكنولوجيز يعني تكنولوجي ومش عارف يجيبهم كلهم في ايه في مكان واحد. ويخلي الموضوع ستريم لاين. طيب خلاص هنعملها بلستريلف شيروس. انا لسه كنت مبارح شركة ثالثة بطريقة تانية وبتكنولوجيز مختلفة زي ما انت وكل واحد بيجي بالطريقة بتاعته. هو هنا كملك. ده ميزة صح? يعني انا حسنا ده ميزة ان انا برضو دلوقتي داتا مش. لو انا تيم بحب داتا بريكس وانا عندي اي تي ال بس فممكن يبقى برودكت بتاعي هو عندي داتا بريكس وخلاص وبطلع لكم داتا حطواتكم في اس اس في وانتم معنافسكم. تيم تاني لا انا بحب اي دابيو اس مثلا ورايح اشتغل بمعرفش بجلو ولا اي مار وخلاص انا بيتمركز اي مار. تيم تالت عنده داتا وبيشتخدم حتى داتا ستيج خلاص بيستخدم حاجة اللي هي ايه انتربايز تول. فكل تيم انا مش مهمة عندي بقى يعمل ايه بقى يكون بلاتفورم بتاعته. مهمة عندي برودكت ايه ودات شكلها عامل زي الاخير. وهو بقى بيشيل شلته. صح? مظبوط. ولا كده بقى موضوع برضو. عكس. يعني انا عايف ان بكل واحد بقى كل حاجة بصورة من ناحيتين. مظبوط. بس اللي نفسنا فيه ان يبقى عندنا ريفرانس بورد. يعني انا اعتقد والله واعلم طبعا ان جماعك لما انا مشت من فوتوركس واللي هي شركة كونسولتنج للشركة هي بتاع. she's owning it. اللي هي next data. she's trying to build this OS. عايزين نحط. نعمل OS. بنقول ده الداتا مش OS. بس احنا محتاجين. يعني بعضو انا عايف ان احنا. انا مش عادي اطور الحالة حالة حالة دي. بس هل هي الناس اصلا محتاجة. يعني مثلا لديك مثال. انت في البلوج بتاعتك ممكن نحط رينك بتاعها. لما كنت بتكلم على سيجي ميكا وازاي عايزي تشير الداتا دي. هل احنا لازم واحد يجي حطونا. ايه ان هم نتكلم في الكنسبت. انا عايزين كل تيم شيل شيلته. وكل تيم عايزك بروتكت. هل احنا فعلا في حاجة للماركت او للشركات يكون فيه OS. ده سؤال انا عافش اجابته انا بسألك. لا انا هقول لك اجابته. اجابته بالنسبة لك لا. بس انت عايز ريفرنس. انت مش تعمله. احنا اتفقنا. انت كويس لان انت ريست البوينت دي. اما قلت لك دلتا. وقلت لي اه لا. في يهودي وايسبير. بس احنا عندنا ريفرنس. احنا كلنا عايزين نوصل لن نفس الجول. هتلينا كلنا زي بعض. فيه فروقات بسيطة جدا. بس مش رهيبة. احنا شفنا الفروقات عاملة ازاي. شفنا الدنيا فرق عاملة ازاي. لان هي ما بقيتش. يعني بقى كأنها. نحن نتكلم برضو ان مش. للشركات البيج انتربيز. مش لأي شركات. حلو. وقلنا ان الشركات دي حرفيا ممكن تيم واحد في الشركات دي. بيبقى قدي شركات تانية برا. فانتده فليكسبيت اصلا ان يستخدم كلاو بفايدر تاني. يعني بقاش عندي مشكلة اصلا واحدة يستخدم شي واجور وانتكلم عندي ده بتاعتهم عمل ازاي. هيجي الكمبليكيشن لو انت بتتكلم من الويس هيساعد ان احنا بس نوحق نستاندرديز الانتجريشن مثلا. اه انا متفق معاك. انه فيه مثلا ويه هي دي. بروف ان ان هي شغالة بدلا ما كل واحد يحط بتاعته في الانتجريشن مثلا. اه واحد اكس عمل انتجريشن مثلا زي ما انت في بروك تاكت عميله كتا عجباني مثلا. بس ممكن دي مش مش ستاندرد مثلا فكل واحد يعمل فكرته. نعمل بروف ان زي يوس كيسيز نقول يا جماعة لو انت بتعمل كزا اعمل كزا. هنا ساعيتها ممكن اه انا فاهم اذا بتكلم عن level integration اكتر ما level قبل او ما بعد احنا هذه level integration يكون عامل زي ستاندرد صح؟ بالظبط احنا بتكلم عن او اس يعني او اس يعني حاجة ابستركت مش احنا كلنا بنرن في الاخر ويندوز و لينيكس احنا بقى باجهزة مختلفة ب different desktop idea applications مختلفة لكن او اس هو واحد واثنين يعني بنرفرنس بعدينا. دي فكرة فكرة الاو اس فكرة حاجة ابستركت او مش هيقولك والله انت عشان تشتغل بالاو اس ده لازم يبقى انت شغال ب data bricks او ب micro super set ولا big query ولا air flow ولا كل الكلام ده. طبعا انا شفت ناس تانية او شركة تانية مبالح برضو في ال event data مش بتاعتهم auto trader مشهورين جدا هنا في UK ببيعوا العربيات وكده. data مش عبارة عن product موجود داخلين load input واحنا جماعة بنعمل الكوريشن والكواليتي وكلام ده كله ب dbt على big query و spark على data bricks. وبنطلع output ويلا بينا بقى. لينكات بقى اكيد. فالموضوع. محتاج. الفكرة الاو اس ده. على فكرة الاو اس ده اللي احنا نتكلم عليه ده. اللي احنا مستنين نشوفه كريفرنس. هو موجود كريفرنس في السلايد بقى اللي انا عملها اسكيب بها من سعب ما بتاعت. اللي هي هنا. هي اصلا مش في. مش في الابليكيشن سبيس. اللي هي في السيرفيس ماشي. في السيرفيس ماشي. نفس اللي احنا اوكلتنا على الهيكساجون ده اللي هو data product. كان هي سبحان الله هي جماعة يعليمين. خمس سنين. كان بتتكلم في نفس الكونسبت. بس في الابليكيشن الدومين اللي هو السيرفيس ماشي. اه سيرفيس ماشي. اه سيرفيس ماشي. كنت بتتكلم. احنا ميكرو سيرفيس. كل جماعة كل 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 تيم يشتغل. كل تيم يشتغل مع نفسه. ويطلع على product اللي هو عايزه باللانجوش اللي هو بيحبها. بس احنا فيه set of standards. انا في الاخر. حنرن على run time شبع بعض. اللي هي الكوبرنس. حعايزين نيانتجريت مع بعض. تمام. حنوحد الستاندرز بعد الانتجريشنز. فكان فيه concept مشهور كده سعيتها اسمه سايد سايد كار كونتينر. منه open source. انا بتكلم وطي في ريفرنسز. يعني ده الرفرنس اهو. انا عايز اعمل زي دول في ال data space. فيه سايد كار كونتينر مع كل برودكت. شرك open source برودكت اسمه انفوي. بعد كده بقى في او اس. ده ال او اس اللي حنا نتكلم عليه. اللي ماسك ال control plane. اللي بيبانش. ال control plane يعني ايه يعملوش دعوة انت كاتب language ايه. جوه الهكسيجن ده اللي اخضر والبينك والورنج انا ما عرفش ده ايه. ايا كان ده ايه انا هحط تلو سايد كار جنبه. والسايد كار دول انا بمانيجها. بcontrol plane او اس. اللي هو بقى يسموه سيربس مش اللي هو اول واحد يعني اللي بتاع اسمو استيو. طبعا انا مش الخبير في سيربس مش بس محدش يعني. خيل بقى ان انا ضليع في الحده دي. احنا تفاهم ان انا شغال ديتا. ولكن انا شفت الصورة. وشفت جماعك. وفهمت. الى حد ما هي كان قصدها ايه في داتا مش. هي عايزة تعمل حكة شبهة كده. طبعا الموضوع اصعب في الديتا. بس ده الفكرة. ان فيه اس بيمانيج. النون فونكشنال. اسبكت بتاعت ان انا ديتا بروتك جوه مش. فيه انتجريشن. ونتوركين. وانكريبشن. وديكريبشن. وطرافيك. وثروتلين. والكلام ده كل. بس سبني بقى انا ايه. ااخد الحاجات التكنيكل دي. اعمانيج انا. بكنترول بلين او اس. وانت تتفرج كباك اند يوزر. توبزير في الكلام ده كله في جرافانة. اللي بيحصل جوه المش بتاعتك. حاجة شبه كده. الفكرة. انا طبعا الله هو اعلم. عايزين كلنا نحن نتكلم في. و. مش فاهمين ايه. الكلام ده. ولكن دي. يمكن يدينا. هي احنا عايزين نعمل ايه? احنا عايزين نعمل حاجة شبه كده. عايزين كل واحد يشتغل مع نفسه. بروتكت مختلف. ممكن واحد بتاعه يبقى آآ تيبلز في ايهي او في آآ آآ او في um. واحد اتاني بروتك بتاعته. بكثCH ឡي بيقررا او ناحية ال 89تx. يعني ممكن تلاقي بروتك فعلا هو عباره عن data warehouse او data lake جوه الدومين. او lake house جوه الدومين. ايا كان احنا عايزين نتكلم بعضينا. طبعا كل واحد بمونو بلايز. فتجي snowflake يقولك فيه snowflake sharing. snowflake marketplace. لو احنا snowflake بتكلم snowflake بس مشك عندي. data breaks نفس الكلام. فيه delta sharing. والله لو انت delta lake وانت delta lake وانت delta lake بس مشك عندي delta شيرينج. وانتهى الموضوع. تمام? فدي الفكرة. احنا كل اللي عمليين ندور ايه اللي انا بشير بيه. وايه اللي هيمسك الشيرينجز ده ويددينا فيزابيليتي. وكل واحد بقى بيطبق بطريقته. ووشيزوكي. مانيش مشكلة. تمام? احنا في مايكروسوفت هيبقى ده اه وان سكيوريتي اللي هو السايت كارز دي الاكسس. والفيزابيليتي دي حيبقى حاجة شبه لو حد سامع عن حاجة اسمها بور فيو. اللي هو بيمناج الاكسس. وكلام ده كله بيديك فيزابيليتي. اللي بيحصل جوال ارجنزيشن. دومينز. وجايين الصورص تاعتهم ايه وهكذا. انتو ان فيزابيليتي. هو ده الو اس. وهتلاقي ايه ده الو اس بتقول نفس الكلام اللي عايز توصل للو اس ده كأنه ليك فورميشن. فهي دي الفكرة. هي بقى عايز تعمل ايه عايز تعمل الو اس الريفرنس اللي اللي مش محتاجينه. بس اللي احنا نشوفه كده ونقول اه ده هو ده الماشي. بيعمل ايه? نعمل بقى شبه هو. بس. انا اخر سلايد بعشان نقفل الموضوع ده. سلايد لازيزة كده شفتها او او اوبس. انا عسيت اتكلم في كأن ده. يعني طبعا دي ممكن من يبقى شلين عند في وقت او. بس احنا غالبا كفرنا البوينت دي واحنا بنتكلم يا مصطفى. اللي هي ال hire sun centralized decentralized whatever it is. الwerver it is that decentralized. دايما from the organization perspective or technical perspective في pros and cons الا centralized platform دايما عندها greater level of governance و classical visibility. وسهل كمنتها منتها منتين ال Infrastructure ال Конس ان انت عندك central team. ده بي thru slow down. طبعا اي حاجة هنا هنحطها هيبقى potentially can slow down. ممكن ناس تانية بتقدرش بتبقى الدنيا ماشي معهم تماما. زي ما انت قولت بيزنس صغير هو اصلا ما عنديش انا خمسين الف بيزنس مستنين والرايت هنسايد انا عمل لهم بوتل نتا تيم. from the technical perspective انا مش عارفة ايزوليت الدومينز دي او مش عارفة ايزوليت الدنيا. يعني في ديتا دخلت على بعضها وانا مفروض ان ديتا دي متخش على بعضها. بالذات لو انا عندي اكسترنال ديتا. ديتا بتيجي من third party partners او third party ديتا. تخش على ديتا بتاعتي بقى دمعة دا مش عارفين نمسكهم. تمام? وبسبب ان انا بقى ابني حاجة سنترال واتفقنا على الكلام دا من اول مرة ان هو دايما مشكلة في التشانجز. لان هو دا بلافروم كبيرة جدا. فانا ما ما اخد بوقت عشان ابنيها. لما حاجة يحصل يحصل تشانجز هتلاقيني شوية رلاقة. يعني مش بعدي لك تشانجز بسهولة. اه تكنيكلي و ارجانيشنالي. اه نيجب ان ديتا دي سنتراليزد. دي سنتراليزد دا بتاع اي دي سنتراليزد بلاتفورم. حتى من ايام السيرفيس مش والمايكرو سيرفيس. ليفل بقى او اتونومي واجيليتي. اه من الرجانيشنل ومن التكنيكال بوينتو فيو. لا احنا الوقت ما عندناش حاجة صعبة. انت عادي جدا ان البرودكت النهاردة هو دا البروديوسر. هو البرودكت بتاعته. الاسكيوز ايا كان. يغير. ما هو هو دا البروديوسر. وهو الاتا بتاعته. الناس بتستعملها right at the source. اه كان easily change things. مش لازم استنى بقى. دات دي راحت للسنترال بلاتفورم. اللي بيستعملها داتا بيستعملها system تاني كاينتيجريشن. فلما انا حيعمل change لازم بقى استادي الامباكت بتاع ال change. اللي هو change impact. ده بقى بياخد وقت شوية. هنا الموضوع اسهل. وطبعا جود بوينت ان انا اقدر click on alternate probably on different layers different planes the partners or different domains. من the issues point of view посмотрим point of view organizationally انت محتاج تشافت من the-central mindset inch. ال the said dag seem. لازال ال infrastructure صعبة. انیشيا لي.وتو say пис انت لاما تخلص le sit-up بايت سهلة بعد صعب زي ما اتفعنا. اصعب حاجة معقد جدا. وبرضو اي حاجة سنتر هتبقى صعبة. فاحنا كان فيه حاجة مهمة جدا اللي انا محتاجة اجمع بقى متى ديتا بقى من كل الكلام ده كله عشان اديك بقى محترم. وده مسهل. اخر سلايد بقى شفتها لسه من يومين. لذيذة جدا زي ما قلت لك كل واحد بقى الانتربيتشن بتاعته. وكان حاطة نفس اللي احنا بتكلم فيه data warehouse, data lake, lake house, data mesh. الفكرة اللي احنا تكلمنا فيها من شوية. data warehouse و etl. رحنا لل data lake وانتهينا بدنا احنا عندنا lake house و data lake. وبعد كده lake house. نحنا بقى بنعمل etl او المفروض بقى elt. نحنا بنسحب جوا data lake بنعمل elt وبعد كده نسير في اليوز كيسز. طب ال data mish ايه ام اعلم في الوجهة النظر دي هو عبارة عن نفس ال lake house بس نحط لها domains. domain one domain two domain three. شكرا. كده نعمل data mesh. هل data mesh? maybe, maybe. انا ماشي. يعني مش حصل لي مشاكل. يعني ذلك حيحلل لشوية مشاكل. لو حيحلل لشوية مشاكل اهلا وسهلا. بس هل data mesh? مش انا اللي اقرر بقى. حد تاني يقرر. بس. انا انا اقول لي من معلومة. يعني اقول حاجة. انا مثلا لما كنت يعني. احنا شغل في dvrs وبنبن المنت لكاسما كان. كان فيه perspective قوي لكل كاسما في يعني. مش في الinterpretation كمان. يعني في الاستخدام. يعني مثلا تخيل ان فيه كاسما عنده. انا كنت مع كاسما كان في كاسما عنده جيرا مثلا وعنده جينكنز وقال لك انا عايز كل البروفر سيكي عشان شير او او ابروفر او او اكانسل اللي بقى كل عن طريقه جيرا. وانا مش فاق معي اي حاجة تاني عمي. طب هننتجراتي ازاي مش موما عندي. طب انت عندك انت عندك دلوقتي في centralized catalog مثلا. هتستخدم حاجه تبع اي دابي اس. ويقول لك لأ ده انا عندي حاجة كده انتدابيز انترنل وهي دي مفروض يكون في المبين كله. طب ده هنسمي مش مش شرط بس هو في الاخر فاصل برودكت فعلا بيعانده كل تيم بطلع برودكت معين. وفعلا بيعاندك شركتش كبيرة بس شركة كتت متوسطة. وفعلا كان كل تيم حتى على نفس بطلع برودكت مفيدة للشركة. وكان كون اون الديتا دي. يعني احنا كمان لما تجي تنبليمت مين اللي هيقون بقى البروزيس بقى دي القصة الوحدة على اتاكم محتاج لناها حلقة تانية مثلا مع ديسكاشا مثلا واحدة من بلوكس ساعتك اللي كنا كمنا عليها بس اصد ان انا شايف ان احنا يعني اه محتاجين ان يكون فيه ساندر وي وتمنى دي يحصل قريب بس لغاية مطلع ساندر وي احنا عايزين نستيكل لبا حاجات انت كمت فيهم لو قدرنا نوصل لمعظمهم او للشكل المناسب لكل شركة ايه بالنسبة لي دا كويس يعني لو عندي هيد اوف داتا وهيد اوف داتا تحته اكتر من تيمز اي تيل وكل تيم بيطلب بروتك تاعه بالتولز يتريحه بس مهم فيه اجريمنت او كونتراك رابين شيرينج الداتا حتى فيه داتا حاجة اسمها كونتراك بس دي قصة الوحدة عايزين ناخد الوحدة برضو الموضوع خاص بقى سهد مباش عندنا كومبيليكيشن في نحن سميها سميها داتا ميش سميها دستوبة داتا ليك اه مش مهم عندي المسمة صح او لا مزبوط اه 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 يعني دي حتة دي بيتبل زي ما قلتلك ايه داتا ميش حشرحها ككونسبت انت بقى هتعمل حاجة من الحاجات اللي تنفعك اعملها هتقول بقى داتا مش اه مش مش يعني الاجابة. صحيح. مش شاركة نقول اه او لا. اه اه الاجابة بتاعتي معرفش. اه يعني محتاجين بقى حد يجي جده داتا مش اه اه داتا مش. ده لا ده مش داتا مش. انا انا معرفش. انا احنا عندنا فور كونسيبتس. هل انا يزعون كلهم? معرفش. هل لازم نعمل هل لازم هل لو عملت واحد فيه ميتسو كيه? معرفش. بس انا بالنسبة لي. ليه انا شغل نفسي بيضات امشي. انا اشغل نفسي بتاعتي. تعال حل المشاكل بتاعت الكواليتي. تعال حل المشاكل بتاعت ال اوانرشيب. واستعمل بيضات امشي ازا 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 تريند. يانا انا بقول له ما جماعنا مش جاي اقول لكم حاجة امن اللي مختراعها. اا عادي جدا الناس كنت تتكلم فيها وعمللين عايز كتاب عليها. دي بقى الفكرة. انا اي كان بروف ان اللي انا عايز عمله عشان احل مشاكل اللي انا شايفها دلوقتي بعاني منها ده حاجة يعني متعارف عليها والناس كلها بتتعلم منها وحلاها هو بس وهي اللي انا بحله بعد ما حل ما عودش بقى اقول انا مش عايز اقول انا مش عايز اقول انا مش عايز اقول بس مش مهتمل مش مش مهتمل اقول انا انا الشركة مثلا عندي بدا تمشي الصحيحة وبين غلط يعني اجيبي مورجان اعتقد لما عمل ده تمشي مرحشة قال لي يا جماعة والله احنا الصح وبين خلط صح انا كواليد احنا عملنا ده تمشي مش عندنا والله اعجابكم عايزين انتم احنا بنشريره معاكم يعني ايه كشير مع الكميوريتي حتى في تفاصيل انترنية اكيد ما روش عليها بس اصد ان جنرال هل ده بقى المش زي ما انزل انزلت براكتس ممكن يختلف من شركة لشركة وبرضو زي تم هو لسه براكتس جديد احنا نتكلم اعتقد حاجة يعني اعتقد اقدم اقدم اقدمشت على جي بي مورجان لو انا فاكر صح اعتقد معندش زكاة كوية انا كان في يعني اتهزين ثلاثة يعني حافق مالوش اصلا براكتس مية في مية مبروفين ان اضع انه هو واضح يعني ام مزبوط 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 فعش جدا اقولك انا انا عجب من ده انه ده بدأ ياخد الـ theoretical ideas من data مش ويحطها على حاجة الـ practical هي الـ data lake والـ lake house data warehouse خلاص نحط domains ان شاء الله يكون فيه self service في الموضوع ده ويكون فيه distributed governance ويكون فيه self service وdomains وproducts خلاص ولو عملنا الفكرة ده 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 lake house انتهى الموضوع هي لسه central platform بس ستسفار اكوار متعددة ماش فاتس اوكي بعتقد ده امرت حاجة لـ reality عندي سؤال تاني احنا انت قلت هنا ليك هوس عشان بس نقدر يبقى عندنا المميزات اللي هي زي بتاعت اللي كلمنا عليها بس مثلا وفيه شركة ما عندهاش هي مش عايزة يكون عندها update وديس هما عندهم مثلا يوز كيس ما فيهاش الحتة دي still data lake كconcept مع يعني سواء زود عليها لـ lake form اللي هي sorry data lake وودي او ايسبرغ او ما زودش كابي اي بي اي هي still يعني قبل اي كبول او انا واحد مثلا عندهم data وداتا ليش بتجري ما بعض كتير هما عندهم بند اوني يوز كيس مش مهتمين بالـ update ودليت فstill data lake هي 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 بنسبة لهم هي هي والـ lake house حاجة واحدة صح ؟ ولا still لازم يوحوا للـ lake house انا مش لازم طبعا كله انا باين جدا انا رأيته بس اكون فاهم حتة دي صح ؟ يعني احنا بالنسبة لـ data lake هي على حسب او او انا عندي use case فيها update ودليت وانا عايز امانتين الجزء ده فوروح للـ lake house او عايز عندي joins كتير ما بين الـ data وعايز استفيد من الـ statistics اللي بتقدمها لي الـ file formats دي فممكن اقول لـ lake house ستكون مفيدة لنا في الحتة دي صح كده ؟ مزبوط مزبوط الفكرة كلها ان انا لو انا مثلا لو انا حاطتنا عشان انهي الموضوع انا راجل صاحب شركة وسامع تريند كده صالع وغارتنر بيتكلم وكده بيقول لك اسمه data mesh انا مش عايز اخد الكلام كده اقول اه حلو عجبني الكلام ده الـ promise حلوة حالي المشاكلي اللي هو مش مشاكلي بس مشاكل تانية كمان وشاكل وكده حاجة promising هروح جاي بنبوش داون على الـ technical team يلا جماعة منقول لي مش فأنا I've created more challenges than I'm currently facing تمام اللي اللي انا عايزه العاكس انا عندي data platform عندي مشكلة اتنين فانا هستعمل data mesh كproof ان الكلام ده موجود مع ناس شانية كتير عشان اقول للناس اللي فوق يا جماعة شفتو داتها مش بتقول ان احنا الناس كلها عندها مشاكل في القواتي او الـ ownership او الـ domainز او كده والناس كلها لو جمعت عدومين وتفهم البزنس بتاعه احسن فتيجي نقسم نفسينا فالرجل يعجبه الكلام فيقول تمام يلا نفذ نفذ حل مشاكلك انتهى انا مش مهتم بقى ده ماشي 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 مش قضيتي انا بحل مشاكلي وانتهى تمام تمام يعني والله كانت يعني حاس ان احنا الحلقة يلاست دل سمة جدا بس يعني انا لو اعزة اشكرك يعني انك انت على وقتك يعني انا ارضى بس يعني نفسي ان شاء الله يبقى معنا حلقة كمان ناخد اكزامبل مثلا من واحدة بلوكتك او حتى لو مش عايز واحدة بلوكت اي فكرة من الحاجات التي تعاملت كام بلمنتيشن ونوري ناس مثال مش شاط نقو هتنسى قولنا ده مش المثال امثل يعني او سوى اكزامبل يعني مش هو الحاجة البرفكت اللي مياه مصبص نوري الناس اكزامبل هتبقى حاجة حلوة جدا في حلقة تانية يعني نكمل فهم موضوع ده هو ان شاء الله يعني ان شاء الله بإذن الله تمام ماشي مشكورك على وقتك كاذاك الله خير يعني اتمنى الناس تكون بسط معنا في الحلقة طويلة دي وان شاء الله نوعكم يبقى في حلقة كمان فيها قصة طبيق الاركتكشة ازاي الامبلومنت الديتا مش في واحدة من اليوسكيس ان شاء الله بإذن الله شافكم بخير السلام عليكم وانتركاته عليكم السلام السلام عليكم